نتقل الآن ونعود إلى نقاش لمواضيعنا التربية أعيد وأرحب بالأستاذ فرحات شابخ الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمل التربية أهلا بك سيدي من جديد شكرا للسدف طيب بداية ربما نتحدث عن الجيل الثاني تحدثت وزيرة التربية يوم أمس أنه سيتم تنظيم صالون في كل ولاية من ولاية الوطن نهاية أول لتمكين الأولياء والأستذى من معرفة محتوى هذه الكتب قبل تسليمها اليوم ربما هناك العديد من النقابات المستقلة ترفض هذه الجيل ما تعليقكم؟ في الحقيقة أولا في الإصلاحات لم تنطلق مع وصول وزير التربية الوطنية نوريا بن غدري انطلقت منذ الفين ثلاثة وهو بعد تنصيب اللجنة السميد بلجنة بنزاغو التي نصبها رئيس الجمهورية لإصلاح المنظومة التربوية أظن في أحد كذلك الوزير بن بوزيد كانت عملية تحسينات أنا كل مرة تحسينات الآن نفس الشي هذا تسموها الجيل الثاني لأنه يسموها الجيل الأول إحنا قولنا ما نسموهش الجيل الثاني لو نسموها الجيل الثاني معنا كأننا قبل التعليم قبل 2003 ما كان ولو إحنا ما نقدرش نعتبره الجيل الثاني أظن تسميات في بعض الأحيان يسموها إحنا نرفضه الجيل الثاني نقوله الآن تحسينات تحسينات ره هي موجودة ولو نقدر نقوله كل الإصلاحات التي قامت بها وزارة طربية من قبل إلى الآن كلها بسرعة هذا صح ولكن الآن أمام الواقع الكتب مجهزة الأسد إذا قاموا بالتكوينات الضرورية إلى آخره ولو تأخرت شوية نوعاً ما الكتب الوصول إلى المؤسسة الطربوية منفروض في نهاية شهر جميلة لحد الآن ما زال ما وصلتش وإنما نحن على بنا الآن الكتب الغلابية هي جهزة وموجودة والأساس الأساس الأساس هو المناهج الكتاب المطرسي هو وسيلة من وسائل العمل للأستد يكون في موتنا والتلميذ ليستطيع المراجعات الآخر وإنما المناهج المناهج قد تم تكوين عليها أغلب الأساد الذين سيدرسون السنة الأولى في دائي والسنة الأولى في دائي والسنة الأولى في دائي والسنة الأولى متوسط الآن فيما يخص إلى حد الآن الكتب مازال ماش نهاش يكون الأمور واضحة نحن رح يكون عندنا الكلمة وهي بعد ما نشوف لأننا نحن نقابة مهنية فتكفل بالدفاع المصالح المادية والمعنوية للأستد حقيقة الأمور التربوية تهمنا ولكن ما نقضوش ناخده كما يقولوا دي بريجوجي مسبقا ماش يمليحه إلى آخره بعد ما نشوفه رح يكون عندنا الآن إلى الآن أنا موجود كممثل العمال العمال أعطوه للموندا باش ندافع لهم أنا مدرونيش كمعارض لمهما تقوم بوزارة تربية لذلك وإنما نهار تكون الأمور غير حقيقية وغير صالحة الصورة هذه ممتازة وبهدو مأسد المطرب بصين الآن البداية تحمر مدوب المأذر هذا الشيء يشرر 100 ألف أبواتكم بس نقول إذن إلى حد الآن الكتب لم تظهر بعد لذلك كان نفضل الرأي تعلق الاتحادية الوطنية والمعنوية التربية بعد ما يتم إطلاع عليها وقدرنا أعطونا رأينا مباشرة طيب وزيرة التربية نورية بن غبريت قامت بتكريم المشاركين الأربعة في أولمبيادة الرياضيات لشباب البحر المتوسط يعني عودتهم بميدالية برونزية شيء مشرف للجزائر لكن هناك إشكالية هو أن هناك ربما مصطلحات إنجليزية تحدثت وزيرة التربية أنه في المستقبل سيكون هناك مصطلحات جديدة داخل مادة الرياضيات أي إعادة منهجية الرياضيات وإدخال مصطلحات إنجليزية ربما من أجل تطوير المادة أيضا فيما سبق سمعنا حديث بأنه سيكون لمادة العلوم الإسلامية سيكون هو عبارة عن مواضيع اختيارية ربما هنا إشكالية كبيرة سيكون فقدان لهوية الجزائري ما تعليق؟ أولا ممكن نقول نهني بناءنا التلاميذ خاصة لشرف الجزائر مع العلم سيبيلال بأن من قبل الجزائر لم تكن مصنفة تماما لم تكن مصنفة ولازم كذلك الفضل يرجع كذلك إلى الدكتور الجزائري الذي يقيم بسعودية اللي هو يؤثرها التلاميذ يجب أن نعرف كذلك بعض الجنود الخافات باش على الأقل نقوله أولا هذا شرف عظيم وكذلك الرياضة تتطور أنا نظن نهار كنا نقوله الأنجليزية هي لغة العلوم ما كناش غلطين طبع ولكن الفرنسية فتل أنحدات أظن وزير طربية شيء لم يمكن لمليح فيها وهي أنها تسمع الاقتراحات وأحسن دليل نحن كنا نقوله الأنجليزية هي الآن راح الآن تتطور هذه وحدة فيما يخص التربية الإسلامية إذا سمحت أن من يتجرأ بالمساس باللغة العربية في الجزائر من يتجرأ أن يمثل الإسلام وعن طريقه الطربية الإسلامية ومن يتجرأ بالمساس بالتاريخ هذا كما يقوله كأن سمحوا لي تعبرك أنا وحد كفر مسلم كفر لذلك فيما يخص تربية إسلامية أظن باش نكون الأمور واضحة وضوح الشمس إحنا ياما من اقتراحات تعنا قلنا يجب إعادة فتح شعبة الشارعة لماذا نقوله مستقبلا لأن إلى حد الآن وزارة التربية الوطنية لم تصل إلى التحسينات ما نقول في الإصلاحات التحسينات إلى التعليم التانوي لأن الآن راح في سنة الأولى سنة تانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط نهار توصل إلى التعليم التانوي سيتم إعادة النظر كذلك في الباكالوريا أو على الأقل تتبيت الاقتراحات التي تم تقديمها من طرف الشركاء الاجتماعية لما يخص تربية إسلامية إحنا قلنا أولا فيما يخص الاتحادية قلنا لماذا قلنا إعادة فتح شعبة الشريعة لأن الشريعة من قشغة تربية إسلامية فيها عدة أمور من تتوسع وكذلك راح يكون تكوين وتحضير للعلمات تعنا للآئمة لدروا خطبة جمعة إلى آخر يبدأ متانوي قلنا فيما يخص العلوم الإسلامية تاريخ الأمازيغية كذلك اللغة العربية هذه من ضمن الهوية الوطنية الآن فيما يخص تيرمينال نحن في المؤسسة تعنا هل يبدأوا يتدرسوا الطلبة من السنة الأبتدائية أو لا حتى للسنة الثالثة التانوي ما زالهم يتدرسوها لقنا عدة اقتراحات هذا اقتراح من الاقتراحات لم يتم الفصل فيه بعد قلنا في حالة نحن لا اقتراحة عن الأول قلنا من أحسن نديروا الباكالوريا عن طريق مرحلتين في المرحلة السنة الثانية تانوي ويتموا امتحان في جميع المواد التي درسها التلميذ تانوي معنا المواد غير الأساسية بالنسبة للشعبة بشكل امور واضحة عندما نقول مثلا طربية اسلامية فيما يخص شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية ليست أساسية بالنسبة للشعبة ليست كمدة مادة طreb السلامية عند القيمة التحي الاخير قلنا يديروا وسنة الثالثة تانوي نديروا المواد الاساسية يحتاجها الطالب في الجامعة مثلا شعبة علم التجريبية علم طبيعية رياضيات فيزياء اللغة العربية باعتبار لغة تدريس كذلك الأنجليزية أو الفرنسية اللي ممكن يدرسها ورح نتكلم عليها كذلك مع المواد اللي يحتاجها بالدرجة لولا في الدراسة ليندروف سنة تلدا هذا اقتراح لولا اقتراح تاني قال لك ممكن في انتظار تحسينات اللي نسموها بينها قوسين نسموها الإصلاحات تعليم تانوي كمرحلة انتقالية نقلصه من أيام الباكالوريا وتقريص الأيام الباكالوريا حين في رينا لم تأتي على أساس تقشف كل أمورها تحوضوا حي الشمس على أساس بأن هناك متاعب كبيرة إرهاق للتلاميذ إرهاق الأساتداء وخاصة فيما يخص تلاميذ عندهم مواد كثيرة يحفظوها وخاصة لكي تعرفوا خاصة تلاميذ اللي يدرسوا الشعب العلمية والرياضيات ميحبوش يحفظوه بزاك يعتمدوا على الدكاء لذلك قلنا عندما عندنا تلت أيام كيفاش نحطو نحطو عشر مواد مكانش وايش الاقترح اللول اللي راه موجود قلنا أول مثلا اليوم الأول اللي ستكون مثلا رياضيات في المساة اللغة العربية لأن اللغة العربية مادة أساسية في اليوم الثاني ندروا ممكن فيزياء وفي المساة الطالب يختار يقولوا كنا رامتوا الفرنسية الفرنسية الآن وزارة الطربية مشينا حنا في اقترح ومشت فيه قال لك يختار الطالب بين الفرنسية والانجليزية معنا هذا نحويله طابو تحبو يرجع الفرنسية بالسيف هذا وتنحر الآن لماذا قلنا الفرنسية والانجليزية لأنه في بعض ولاية الجنوب حقيقة نقص التأطير وليس التقصير نقص التأطير في الفرنسية مما يجعل تلميذ الجنوب نقصين بالنسبة لبقية الولاية قلنا يختار إذا كان في الانجليزيين يختار بينها وكذلك الفلسفة فلسفة مادة أساسية باعتبار أن الفلسفة هي كما يقولوا أم العلوم نديرها اليوم الثالث رح يدير مثلا علوم طبيعية في المساء تلميذ في البداية يختار باعتبار هذا الموضع كلهم ندرسهم من الابتدائي يختار بين التاريخ بين التربية الإسلامية وبين الأمازيغية وسأوضح لأنه بعدما يذهب مباشرة السنة الأولى جامعية هذا الموضع لا يقرأهم من بعد معنا ما يحتاجون هذا بالنسبة للشعب العلمية أما فيما يخص الشعب الأدبية فالتربية الإسلامية مادة أساسية والمعامل تحققنا لازم نزيدوله هو التاريخ ضيور بما فيها لشعب العلمية قلنا الموضع الأساسية تحت الشعبة نزيدوله من المعدل بشيولي والمجموع المعاملات في المواد مثلا العلمية لازم يفوت بقية المواد لأن الآن باكلاريا مثلا شعبة علوم تجريبية لو نجبعوا بقية المعاملة تحت المواد غير أساسية بالنسبة للشعبة رأي أكثر من المواد الأساسية تحت الشعبة الآن هذا ولا سيكون التغيير نقول لك الآن ولا واحد فينا لا نحن ولا أدون وزارة الطرابية وما نخلوها تمس الأمور تحت التوابط تحت الهوية اللغة العربية التربيه إسلامي ما نزلش نديره لأن بقية المواد نعطيك المثال شعبة الشعبة اللي رأي محقوه راقع الآن وهي تسير واقتصاد لماذا؟ في أحداش المادة في الباكالوري أحداش المادة ومجموعة كبيرة مخدمة إيلة للحفظ لذلك علينا النظر لازم تفكير بالدرجة الأولى في التلميذ هذا الآن لأن أعلى شوه في بعض الأحيان التلميذ يجرؤون للغش ليس تسري الغش لماذا؟ لأن عندهم مواد كبيرة للحفظ وما يقدرونش يوصلوا بشي حفظها كلها لذلك في بعض الأحيان كان الغش وكان طريقة أخرى يختار بعض المواضيع يقول لك سنتين الأخيرتين جاء الموضوع الفلاني الموضوع أنا وقل هذا العام نحفظ هذا بر والبقية ما يحفظه مش لذلك أحيانا لقوا بلأن التلميذ ينهار ويوم الامتحان لأن جاء الموضوع الذي لم يحضره نظن في طال الإصلاح وهذه حلول مؤقتة أنا في رأيي أنا ما نشهد حلول مؤقتة لماذا؟ لأن تحسينات أو إصلاحات التعليم تانوي يمازل مجلس على ثلاثة أربع سنوات وسيتم الفصل فيها نهائيا مع العلم مع العلم بأن درنا اقتراح لأن الهدف وهي البطاقة التركيبية التي المعدلتها سيحسب في الباكالوريا مثل ما هو موجود بزوعة كبيرة من البلدان ولكن بمعامل أقل من الباكالوريا مثلا إذا ناخده امتحان الباكالوريا يكون معاملتها أو أربعة مثلا المراقبة المستمرة أي المعدلتها السنوي يكون بمعدل تنين وهذا يجعل التلميذ يقعدوا في الدراسة وذلك التلميذ يقعدوا وكملوا البرامج لأن التلميذ أنا واشي يقول يقول درس كبيرة كان بزف درس على بلهم ما يتحقون ما يدرسون حتى أنه بعض التلميذ يعني لما يلتحقوا بمقاعد الجامعة بين 60 و 70% يتراجع مستوهم أيضا بين 60 و 70% يحاولون السنة ولكن لماذا؟ لأن التلميذ يروحوا مباشرة يدروا الدروس الخاصية اللي إحنا رأنا الطريقة للتأمل بها رأنا دون طلب الحكومة تدخل مش تقننها وتنظمها واللي يدير دروس إضافية لازم يخلص لزنبو لازم يكون مراقبين لأخير مهما يكون الآن قلنا التلميذ إذا كملوا البرنامج تحوم يروحوا للسنة أولى جميع لأن البعض يقول لك يكون على الأقل وتتنقص نسبته هذا هو بصفة عامة أما بشي يقول لك واحد وإحنا كنا كأسوراك اجتماعية وحتى وزارة طربية لم تتجرى ولم نتجرى نحن بشي قولوا طربية سامية حولها نحن كنا من الناس أظن هربدة الإصلاحات التربوية بدين هدروا قلنا كان أمور كما يقولوا خط أحمر ما هو الخط أحمر بالنسبة لنا وهي التوابط اللغة العربية الإسلام والتاريخ يعني الطورة الدزائرية تعنا وتعرف وما أدراك ما الطورة التحريرية على الدزائر اللي درسوه في أكبر الجامعات العالمية الأمازيخية أيضا الأمازيخية طبعا عفوا نسيدها لغة الأمازيخية باعتبار كل لغة وطنية كذلك نحن قلنا بالعكس هذو من اللي ما لازمش نفرطه فيهم لذلك لازم من دلو سلاباس ومن سيسوش لأن الكلام اللي رام يقوله إن حيو طلبة إسلامية وحيقول التاريخ هذا تسيس ونحن قلنا دائما يا جماعة خليوا المدرسة جزيلي بعيدة عن السياسيين بعيدة عن ناس يدروا السياسة بعيدة عن ناس اللي حبوا يربحوا الناس من أجل كلامه هذا ما كاش منه ما كاش منه وأنا أقول لك المعلومات الأولية لأن فيما يخص الكتب مدرسية الكتب ممتازة ولكن لذا كما نحبش نقول لأنا مزال مخرج ممتازة لأن أولا بكري ما كاش تنسيق بين المواد مثلا درس القاوة في التربية الإسلامية القاوة في التربية المدنية القاوة في اللغة العربية نفس الدرس حتى تضيع للوقت لذلك ممكن تخفيف للمحفظة زيادة على ذلك طيب ربما سؤال سيد فرحات شابخ جاءتني في ذاكرتي ربما في السنة الفارطة في الدخول المدرسي ربما كان هناك مشكل بنسبتي للطور الإبتدائي حيث شاهدنا بأن هناك أطفال يحملون كتب وزنها أكثر من وزن الطفل ومفقا معك 100% يتنقلون بها إلى المدرسة وربما كل الدروس تدرس خلال يوم واحد هي هادية أظن من وقت ممكنها بموزيد الله يتذكره بالخير أحد ما ينكرس ونقولها بصوت مرتفع كان دايما يحاول ينسق معها ممكن البلديات وخاصة في تعليم للمتدائي على ستدرولي كازي ولكن مشي حل أنا كل كتاب نحن نخليه في المدرسة كيفاش تراجع كان بعض الكتب يجب أن يستعملوها إلى أخير مشي حل أنا أظن وزارة تربية الآن ارتعد بجدي الكتب ما نقول لك أحسن طريقة على الكتب وهي ليس كتاب واحد لجميع المواد وهي أنا كنت نتمنى يديروا كتاب بالنسبة لكل فصل معناها كان الفصل ثاني فصل ثاني فصل ثاني علش نجي معي الفصل الأول أحسن طريقة وهذه رح نقترحوها في إطار إصلاح وقبل هذا ربما حتى برنامج ربما الدراسة ربما إعادة النظر فيه لا إعادة النظر في التوزيع توقيت بطب على أساس باش في نفس اليوم ما تكونش عند مواد كيما يقولوا تقيلة لمطير أساسيين باش تنميد الكاراريس لذلك حتى وزارة التربية الوطنية نظن بعض الاقتراحات التي قدمناها الآن في كيما يقولوا لانوموكولاتور تاع الأدوات المدرسة ما تقولوا جي منك الرأس تعتبرها صنباش يقولوا جي منك الرأس 96 صفحة ما معنى هذا معنى يستعملوا إلى الفصل الأول وقام مع السيد فرحاد شابخ إذن سؤال أخير فقط سيد فرحاد شابخ ربما لا نتحدث عن منحة منحة الدراسة في الخارج والتي شهدناها هذا العام أنها لا توجد حتى أن شهدنا أحسن معدل في الجزائر المقدر بـ 19.14 من 20 لم تسلم له هذه المنحة ورأينا أن المواطن الجزائري هو الذي من سهم من أجل ذهاب هذه الطالبة إلى الخارج والتعلم لماذا الجزائريين ولماذا الحكومة الجزائرية ربما نزعت هذه الخدمة وهذه المنحة كسي سنو أنه ربما استثمار لإطارات مستقبلية بحق ليس هذه السنة الأولى اللي لغاء والمنحة للخارج يجب أن تعرف الخلفية التاحة وهي أن كل أبناءنا كل النجبة كل عباقرة كل مخاخ اللي نجحوا في الباكالوريا ورحوا تكونوا في الخارج مجموعة قليلة وقعت تعد على الأصابع اليد الواحدة اللي رجعوا كلهم ما رجعوش معنا أصبحوا بعد الدراسة التي حم يكملوا دراسة يستغلوهم بلدان أخرى بعد كل مجهودات بعد كل المعصان في قدمة هالدولة يستغلوها أظن أجانب لذلك رحنا نلاحظه هي حقيقة رحنا نلاحظه في أمريكا في ألمانيا في فرنسا في أكبر الدول تقريب العالم جزائريين لهم مناصب حساسة الدولة الزيرية الدولة الزيرية أرتأت طبعا قال لك لي ماذا المخاخ دون مستوى عالي ماذا بني تكون هنا نهاري واللي فقط قضية اختصاص تربوسات تقنية خاصة نبعتهم الخارج ودي عندها تقريبا أكثر من السنة ودي حبسوه ربما هنا حبذ لو وضعوا ربما برنامج مع طالب وربما يغروه مثل ما تغريها البلدان الأخرى من أجل بقاء في البلد الذي درس فيها طالب لماذا الحكومة الجزائرية لا تغري هذا الطالب من أجل العودة إلى جزائر واستغلال ربما دماغه في الحقيقة لو حقيقة استطعنا أن ممكن نغريهم نعطيهم من مقابل ممكن علماء هنا يجيك واحد ممكن يكون دار دراسة عليا يجي لزائر الساكن ما يقدرش يوفره نعم تلقى الهيكات اللي كانت اللي يمدوا لماذا لأن الغابة هم خواص يعطي له سيارة الفخمة يعطي له الفيلة الفخمة يعطي له أكبر مبلغ ممكن على بلو بلي رح يجيب له أكتر من هذا شي نعم نظر إلى حد الآن في الجزائر وهي ما زال ما وصلناش على استغلال ومقدروا واستمحوا لي ممكن حتى بعض الإطارات اللي حاكمين بعض المؤسسات مدهبهم هذ الناس ما يجيهم لأنه الناس يقلقوهم لأنه جيدوا أماكنهم لذلك في بعض الحيان ويستمحوا لي ممكن ردأة في مجموعة كبيرة ردأية يتحكم لذلك نظن نظن الآن وخاصة نحن في إزمة اقتصادية أنا نفروض سلطة عليا البلاد وعلى سارة رئيس الجمهورية سيد الوزير الأول وكل لازم نفكره كيف يتم استرجاع هذه العباق ما يعطالهم الأدمغة وإعطامهم كل الإمكانية الضرورية لخدمة الوطن تحوم ونعر بأن مجموعة كبيرة جدا جدا منهم حابين يرجعوه ولكن لازم نفروع الإمكانية لذلك أنا نظن فيما يخص الإجراء نقول لك أنا راني وفق على إجراء لعد منح منحة بالطلبة للدراسة الخارج لماذا؟ لأن لا يمكن ما تستغلهم في الجزائر للأسف الشديد عندنا ممتازين تلميذ ومتازين راحوا لغلبي الحق كأشخاص هرام استفاده ولكن كبلد كل هذا الاستثمار كل هذا الاستثمار شكل يستفد شكل يستفد لا استفدهم لذلك وليس هذه السنة أظن فيما يخص المنحة للخارج عندها أكثر من ثلاث سنوات من اللي يوقفوها أظن بعض الدراسة طبعا وأنا نقول كراني منطقيا حين نفضلوا يدرسوا في الجزائر وإذا كانت بعدها اختصاصات في الخارج بعد ما يبدأوا يعملوا في الجزائر ممكن عن طريق دي كونترا دي كونترا وين يكون ضروري لازم يروح يدرس ورغم تبعك الدولة الآن بعد التخرج بعد ما تراني دكتورة أو بعد الليسونس أو لكي اختصاص معينة رغم يبعتهم من الأحسن الدول في العالم لذلك لغم أن يقول لك تقشف ولا كيف يخص مصلحة البلد عندهم الدولة الزائرية شكرا جزيلا لك سيد فرحات شكرا ترجمة نانسي قنقر